موسيقى تتابعون موجزا لأهم الأنباء مباشرة من الجزائر الدولية أهلا بكم وفي المستهل ينهي رئيس جمهورية أوغندا يويري موسيفين الثلاثاء زيارة الدولة التي يجريها في الجزائر بدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وكان الرئيس الأوغندي قد أجر الاثنين زيارة إلى مركز البحث النوي بالجزائر العاصمة مرفوقا بوزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب كما استقبل رئيس جمهورية أوغندا في اليوم ذاته بمقر إقامته في الجزائر العاصمة وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب ووفدا عن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني ثلاثاء ثمانية شبان فلسطينيين في مدينة القدس المحتلة وأفدت وكلة الأنباء الفلسطينية بأن حملة الاعتقالات شملت ثمانية فلسطينيين من مخيم شعفات وبلدة عناتة عقب دهم وتفتيش منازل ذويهم وفي الأثناء اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني فجر الثلاثاء عددا من منازل الفلسطينيين في قرية رمانة غرب جنين حيث شنت حملة مدهمات واسعة لها وفتشتها وعبثت بمحتوياتها لقي قرابة مئة شخص مسرعهم جراء اعصار فريدي الذي ضرب ملاوي للمرة الثانية في جنوب البلاد وتوقع مسؤول من وكالة إدارة الكوارث بالبلاد شارل كليمبا ارتفاعا أكثر لعدد الضحايا ومن جهتها أعلنت الرجنة الدولية للصليب الأحمر التي تساهم في عمليات البحث والإنقاذ أعلنت عن تسبب الإعصار في مسرع مئة شخص وإصابة ثلاثة وتسعين آخرين بجروح وفقدان ستة عشر شخصا أطلقت كوريا الشمالية ثلاثة صاروخين باليستيين قصيري المدى نحو البحر قبل تساحلها الشرقي وذلك في أحدث حلقة في سلسلة من تجارب الأسلحة وأفادت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان بأن الصاروخين أطلق من إقليم هوان جاي الجنوبي قرب الساحل الغربي للبلاد وقطع مسافة تقارب ستمائة وعشرين كيلو مترا وأضفت الهيئة أن الجيش الكوري الجنوبي على درجة تأهوب عالية وفي وضع الجاهزية الكاملة بتنسيق وثيق مع الولايات المتحدة يأتي هذا في الوقت الذي تجري فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أكبر منورات عسكرية مشتركة منذ سنوات تستأنف السفارة الصينية في الولايات المتحدة إصدارت أشيرات الدخول بمختلف أنواعها للأجانب اعتبارا من الخامس عشر مارس الجاري وحسب بيان للصفارة فإن الصين سترفع أيضا قيود التأشيرات عن مختلف المواقع بما في ذلك جزيرة هاينان والسفن السياحية التي تمر عبر ميناء شنغهاي وأضاف البيان أنه سيجري أيضا استئناف السماح بدخول الأجانب دون تأشيرة إلى إقليم غوانغ دونغ من هونغ كونغ وماكاو إلى هنا مشاهدنا الكرام نصل إلى ختام هذا الموجز تابعوا ألت واني فور نيوز على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة كما تجدون أيضا موقع الجزيرة الدولية في خدمتكم دائما طابت أوقاتكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة